مرحبا بكم نبدأ في القضية اليوم قلنا باش نحكيه على علاقة بين الكاري والملاك في تونس نعم القوانين اللي تنظمها باش ما يشكيش الملاك وما يتظلمش الكاري نحبو نحكيه وزيده على الجانب الإنساني والأخلاقي في المعاملات هذية بخلاف الأمور المادية باش نحكيه على أسعار الكري في تونس كيفاش تتحدد على خطر التونسي يقول إلى جانب غلاء المعيشة الكري غالي في بلادنا ذي كعليش بحذية اليوم مدير موقع متخصص في الأعلانات العقارية مباوب تونس أنيس الغربي مرحبا بيك بحذينا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا انتما قدمتوا دراسة على الكري في تونس الدراسة هذية اللي خرجت للجمهور هي على السوداسي الأول في 2023 وقلتنا رهي أسعار الكراء ارتفعت بنسبة 5% إلى جانب برشة مؤشرات دقيقة أخرى خرجتوها في الموقع بالضبط شكرا مرة أخرى على الاستضافة الدراسة اللي احنا خرجناها خرجناها اللي هي تخص سوداسي لول من سنة 2023 واليوم ما مش نحكيه أكثر على سنة 2023 بالكامل ما يقبل لديها سمح لي نحب نعود نتذكر شكوني مباوب وكيفاش قد ينخرجوا فيها دراسة دا مش اللي اسمعوا فينا نجموا يفهمونا مباوب هو موقع متخص في الإعلانات العقارية اليوم خدمتنا هي ما بين العرض والطلب يعني نعاونوا العباد اللي تحب تكري ولا تشري وطم مع العباد اللي عندها العرض اللي عندها معتها البيان الموبيلي المعروضة للقريب وطلب العباد اللي نتعاملوا معها نتعاملوا معها مع البروفيسونيلي اللي هما الوكالي العقاريين والبعاثين العقاريين اللي هما يحطوا الإعلانات بتاعهم مع الموقع وذلك لمثل العرف والعباد اللي تدخل على الموقع متاعنا وتشوف الإعلانات هما اللي يمثلوا الطلب اليوم عنا طلب الموين بتاعه ما بين 450.000 إلى 500.000 فيزيت في الشهر وعنا عنا اليوم 40.000 إعلان على الموقع متاعنا بخلط ما بين بيعثين عقاريين وكالي عقاريين بالأساس يعني في الجانب المنظم مبدئيا عنا الطلب أكبر برشة من العرف اليوم نحن نعطيك شوية أرقام اليوم عنا 42% من العباد يدخلونا على الموقع يلوجو ديجا على الكري لانك هذي هيا من 42% ذوما فما 72% منهم يلوجو بشيكريو برثمانيت فما 12% يلوجو بشيكريو ديار وثمانية بالمية يلوجو بشيكريو ما بين بيرويت ودي لو كو كميرسيو لانك هذا هو اليوم بار كونتو اللوفر وشنو المعروض اليوم عنا عنا 54% من العرض اللي عنا اليوم في الموقع يخص البرثمانيت الشوقاق 16% يخص الفيليت الديار 14% يخص ما بين بيرويت وإيه اللحوين التونسي ما يفهموش ما تفهموش ما يحبش البرثمانيت ولا يحب البرثمانيت ولا مضطر ولا هي الأنسب اليوم للعائلة التونسية اليوم البرثمان ولا يمثل حل حتى لو كان هو مش أفضل حل للتونسي ما هو هو ديما يقعد حل عليش حتى اليوم ما كنشوفو احنا لسوام ديجا معاتها واحدة حتى كان عندو أرض ويحب اليوم يبني نجمو بعض زي نحكيو فيهم ديتايب اليومة كلفة البناء ولاد غاليا برشا كان حكيو على مواد البناء كان حكيو على يد العاملة كان حكيو حتى زيادة من من النظرة الإدارية حتى اليومش تاخروا خاصة كل شيء ولاد تطويل أكثر صعيبة دونك اليوم التونسي بالوغيد المدوفي اللي عندو خدمة صغار وجري دونك هو بيدو ما عش عندو وقت ما عش عندو صعبال بش يحاود يخفع المرمى من أول وجديد دونك أسهل له والأسهل مع تلعبات الكل اليوم ما يمشيو بورتمانات وش خد بورتمانات خير خد بورتمانات هوم المتاحين أكثر متاحين وربما خير حتى في السعر من أنه يكري دار هذيك عليش ربما الإقبال أكثر والطلب أكثر على بورتمانات بالضبط معناها اليوماش عنا احنا في المشهد عنا مكاتب وعنا شقق وعنا حوانة وعنا ديار معدة للكراء وبتبيعة الأسعار تختلف صحيح كيفاش يتم التصنيف وشكون يحدد السعر هذي أول حاجة هو السعر كيفاش يتحدد فما أربع حاجات اليوم يحدوا السعر الحاجة الأولانية هو هو الموقع 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 هذيك كيفاش تعرفوا اللي هو مهم ولاي بالعرض والطلب الموجود فيه هذي حاجة الأولى كان بلاسة عليها ببرشة طلب بشترقها فيها أوتوماتيك ما وبرشة عرض بشترقها ببعض بشترقها ببرشة عرض ترقها ببرشة طلب نوك اشترقها هذيك أول حاجة أغلى بلاسة أغلى بلاسة أول الخاصية بحد السعر ثاني حاجة هو كنا حكيه هنا على الشقة شنو فيها الجودة معني هالخد نو كنا حكيه هنا على التيبولوجي ما هذا غرفة وسالة ولا زوز غرف ولا ثلاثة غرف مع الكبر متاحة الكبر متاحة والتيبولوجي مربوطة زيدة بالمساحة متى الشقة كان ليوم خاطر فاما فارق كنا حكيه احنا انس بيس دو زوز بيوتو سالة طعم مية وعشان مترو مش فرد زوز بيوتو سالة طعم مية وخمس تلاتين مترو مثلا المساحة محدة المساحة بضبط الحاجة ثلاثة حد السعر هي اللي في الموقع ذلك شنو بحديه بحديه مكاتب بحديه فرماسي بحديه مكتب بحديه مترو بحديه اللي هو والحاجة الرابعة هي القرب من الخدمة من من العوام المحدة للسعر ولكن ساعات نقولوا مثلا المنطقة هذه أسعارها مرتفعة بعد شوية تظهر منطقة جديدة وتكون هي أسعارها أرفع منها قبل حتى ما تتركز الخدمات هذه النجم نعطي مثال مثلا وقت اللي ارتفعت الأسعار في حدائق قرتاج مازالت وقتها ما فاماش سيدلية وفاماش مدرسة وما فاماش شنية اللي هنا شنو العامل اللي يغير يعني الجودة الكوموديتي وسائل الراحة اللي في الشقة ولا في الدار حدائق قرتاج أو مثال به برجة أول حاجة موقع حدائق قرتاج جاي ما بين ضيفة في بحيرة وجاي ما بين المرس وعلى قرب كلك متر بضا أمطار من سنتر كوميرسال كبير وفاماش زادا غاديك ما كيتب اعدادية ايام ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر